خلينا أقول لكم حاجة مهمة في فهم هذا المعنى عشان نقدر قلوبنا تتسع لهذا الكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الكلام في نفس السياق طبعا معروف أن الجهاد عبادة من أجل العبادات وأكيد حضرة النبي وبيقول لنا عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مش بيقول لنا إيه إن احنا ما نقاتلش عدونا لا خالص ده بيقول لنا نحن نقاتل عدونا اللي بيعتدي علينا واللي بيغتصب أرضنا لا ده هو مش بيقول كده مش بيقول إن إحنا ما نحربش ما بيقولش إن إحنا ما نقتلش إن أي حد يعتدي علينا نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا كويس طيب بس هو مش ده المعنى اللي من أجله جاء الحديث اللي ما حدش عاقل بيقول إن الحديث جاي عشان يمنعنا من الجهاد الذي هو القتال لكن ده هو عايز يؤسع مفهوم الجهاد بمعنى إن الجهاد هنا فيه جهاد أوسع من ده نجيب من إيه المعنى ده هل المعنى ده فكرة الأصغر والأكبر إن فيه عبادة صغرى وعبادة كبرى موجود في الشريعة آه عناجد ده في حديث رسول الله وحديث تاني اللي هو فين بقى رسول الله احنا دخلنا نصلي فاحنا في المسجد بنصلي فالمسجد هو البيت والله وإحنا لما دخلنا نصلي فنحن بنعمل ايه بنصلي نصلي وهذا المسجد هو المسجد الأصغر طيب وإيه اللي حصل فحاضر النبي وإحنا خارجين من المسجد بيقول إيه وبيكلمنا عن المسجد إن إحنا بعد كده نخرج من المسجد نخرج المسجد إلى إيه إلى المسجد الأكبر هو صحيح حاضر النبي ما استخدمش هذا التعبير بس أنشوف يبقى حاضر النبي بيقول لنا إحنا فوق في مسجد ثم سيقول لنا إن إحنا في مسجد سنخرج إلى مسجد أخذ احنا أمرنا أن نأخذ زيناتنا عند كل مسجد المسجد الصلاة دي طب أنا لما أخرج بر المسجد بر حدود المسجد إلى الحياة حضرت النبي يقول لي وجعلت لي الأرض مسجدا طب إزاي أجمع ما بين الروايتين دول إزاي أجمع ما بين المفهومين دول إن المسجد هو مسجد الصلاة وحضرت النبي يقول لي وجعلت لي الأرض مسجدا الناس تفهم بفهم بسيط إن المسجد هنا بمعنى ان احنا ننفع نصلي في كل حتة في الايه كل حتة فين كل حتة في المسجد بس ممكن نفهم معنى تاني ان الحياة كلها مسجد يبقى يبقى المسجد الاصغر هو ده اللي بنصلي فيه والمسجد الاكبر هو الحياة وده اللي يخليك تفهم قوله وتعالى ان الصلاة اللي في المسجد الاصغر تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي في المسجد الاكبر ولا ذكر الله اكبر ايه ده ده جاي لفظ الاكبر اه عشان باية الحياة هي المسجد الاكبر يبقى المسجد الاصغر هو اللي بنصلي فيه والمسجد الاكبر هو الحياة حضرت نبي اللي قال لنا كده ولما طبقنا الاية لانها مستقيمة ولذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في الحياة بقى يبقى الجهاد الاصغر هو الجهاد من اجل الحفاظ على المقاصد الخامسة والحفاظ على النفس والحفاظ على الدين والحفاظ على العرض والحفاظ على المال والحفاظ على الاقل جهاد بس كمان فيه كمان ايه الجهاد الاكبر اللي هو الجهاد اللي فين اللي هو جهاد النفس طب العلماء سموا الجهاد ده الجهاد الأكبر ليه قالوا لأن في الحقيقة الجهاد الأصغر ده هو أصغر من ثلاث جهات لأن عدوك أنت عارفه والأمر الثاني مدة الجهاد معروفة والأمر الثالث كمان أن الهدف من الجهاد محدد يعني الهدف من الجهاد محدد يعني ليه نهاية يعني بعض الزمن وبعض الأشخاص وبعض المكان محددين في الإيه في هذا العنصر محددين يعني إيه لهم حدود لهم حدود الصحابة لما جاهدوا جاعدوا في بدر الصحابة لما جاهدوا جاهدوا في أحد أدي المكان وجاهدوا في حنين وجاهدوا يعني وجاهدوا في تابوك يبقى إيه اللي حاصل يبقى المكان معروف والزمان سبعتاشر رمضان بدر محدد الزمان طيب والحاجة الثالثة الأشخاص مين مشركه كريش معروفين فالثلاث أطر الزمان والمكان والأشخاص محددين في الجهاد الأصغر تبقى الجهاد الأكبر الحاجة الوحيدة المحددة هي ماذا في هذا هي النفس ترجمة نانسي قنقر